أكد الرئيس العراقي برهم صالح أن مسيحي العراق ومسيحي الشرق مكون أصيل في المنطقة وقفوا إلى جانب إخوانهم من كل الطوائف لمواجهة شتى التحديات وكانت إسهاماتهم التاريخية والحضارية بليغة الأثر وعميقة الجذور وأشار خلال استقباله بطريارك الكلدان في العراق والعالم الكاردنال مارساكو وعددا من الأساقفة إلى أنه لا يمكن تصور الشرق من غير المسيحيين لافتا إلى أن زيارة قداسة البابا فرانسيس إلى العراق مثلت رسالة تضامن إنسانية عميقة لبلد عانى من العنف والنزاعات من جانبه عبر الكاردنال ساكو عن شكره وتقديره للرئيس العراقي لمتابعته ودعمه المتواصل للمسيحيين ودوره كذلك في إرساء التعايش المجتمعي بين جميع مكونات الشعب العراقي